أنا قلت حتقعد عند حسن مع بيتك ما روحتش يا جابريا ولما جروحي يا أختي حاب أقولك ده يريحك حتاختي مني لزنا عادمة وبتبتك يا وليه يا بطالي لقم بقى ليه أنا قلت لك حاجة عيف شعب يعني لو قلت لك لا يبقى زين لا طبعا ما يبقى زين لأني مش حاسمع كلامك أنا سألت عليك جلولي جاعدة لوحدها قلت ركبها الهم وبتندبها كلك ايه يعني اصعبت علي سألت عليك أنا غلطان أنا غلطان عاد أعوذ بالله منك يا شيخ اه ايه بندب دي بسم الله الرحمن الرحيم قالولي حالية معددة يا ولية انت اسمها هي جابريا أنا عفريتي الدنيا صغيرة وكبيرة عملت تنطط قدام وشي عندك يا أختي كلمة حلوة أوليها ما عندكيش اتكل على الله وسبيني في القرف اللي أنا فيه بقى الله لا يا حبيبتي لا يا أختي لا بعد الشر عليك يا أختي قولي لي مالك فاطفة دي يا أختي دا الهم بعد عنك عالجلب يخرج سوء قولي يا حبيبتي يا حبيبتي انت بتقولي آه ما بقولش حاجة يروح قلبي لا 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 قولي لي إشكيلي مالك يا أختي مالك يا أختي عايزة تعرفي عايزة عرف قولي ليهمك؟ طبعاً وأنا عند غيرك في الدنيا البيت شاهد خوفتني وقالت لي يا ماما القضية لابساكي لابساكي من أي لابس التنينة وأنا يا أختي مش عارفة أعمل إيه هتأعمل إيه؟ هتأخذي إعدام قطر خير يلا الأمر إلى الله عرفات بيت سينا داي كان لازم لحرصاصة ونخلص منها بس أرجع أقول لك أنت اللي غلطانة يا كريمة غلطانة في إيه بقى إن شاء الله اللي يعمل عملتك داي يسيبش وراه داي قالولك يا أختي علي أتلت قتلة؟ ولا كنت ضمن البيت سينا دي الترتش بالكلام كده وبتحكي كل اللي حصل؟ لا الناس تضمينش هي أختي هو أنا اللي هجول لك صحيح عندك حق شوف مين اللي بيتكلم معلش خلي بالك إنه بجعي لو النبي إيه طبي بيخلي بالك أنت يا جبري بالك يا كريمة إيه الحل؟ إيه؟ ندفنوا البيت سينا داي بالحية ونخلصوا منها صدق عنديك حق يا كابريا بس نعملها الزي دي لا عوزو بالله مش شيطان الرجيم لا 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 إحنا سبع على ربنا هو اللي يتصرف برحته عوزو بالله عوزو بالله ونعمة بالله يسمع منك ربنا يفك دي اتياره ولا ما يفكش هو حر ما تعملي جهوة حيفكها إن شاء الله اعملي جهوة يا أولي بنتش خاتي ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم فينك يا بوي فينك تاخدني في حضنك؟ تحسسني من الدنيا حلوة ولسه فيها خير صح اللي ملوش أهل حالو عدم ياريتني كنت سمعت كلامك ياريتني حفزت على بيتي ياريتني حطيت مروان في عناي وخدت بنصحتك حطيت روحي بياني وبنمه هو في حد في الدنيا دي كلها يعاشر جابريا ولا يحبها بس أنا اللي خايبة جلي ما تحطش نفسك مع أم في مزان لما تحط أبوي في مزان مع مروان اخترت أبوي فكرتش لحظة يبقى كيف يعني جل المكولة في مزان واحد ايه الغباء اللي أنا كنت فيه دي روحي أجابريا الله يحرجك بجازية بعيدة استاني عاوز أتكلم معاك عندي صداع ما عاوزاش أتكلم مع أحد هو أنت فاكرا أن أنت هتوصلي لأي حاجة باللي أنت بتعمليه دا يعني أنا أخلص من جابريا تطلع إيه لأنتي بقولك بعدي عني أنا ما طيجاش روحي لا هتعودي قدامي هنا زي الكرسي دا أعودي يا بيت وهتسمعيني البيت دا بيت محرم وبيتي دلوقتي أنت دفع هنا يا ماما أنت فاهمة وكان جوزي يعني ليه في البيت دا زي الماليكي وما هسيبش حج في مهدي مهدي اللي أنت قتلتيه اللي جتلناه نا اللي أنت قتلتيه اوه تفتكلي أني عادل هيصدقك يا حبيبتي عادل تعمل زي الختم في صباعي مبيعملش أي حاجة غير لما أنا أقوله عليها طب أقولك على حقيقة كمان بجانت مش هتصدقيها جولي عادل جي وقال لي قال لي أني أنت روحتيله وحكيتيله كامل أني أنا روحت لصوفة وقلت له يفك فرملة العربية عشان أموته بس أنا عارفة هعمل إيه بقى هجيب له صوفة لحد هنا أي والله هجيبه لحد هنا وهيحكيله أنه هو ما شافش وشك أصلا لأنه كان بره للبلد دا حتى ما شافش أمه عارفة أنا حفرة قبرت بقديها بس أنت وقتك لسه مجاش طب أعمل حسابك عشان هننزله سواء لأ هتنزليه لوحدك يا حبيبتي وهشوفك قدام عينيه عاملة زي الفرخة الديخة كده عملة كاكي ومش هتصعب عليها خالص وهتفرج عليك من بعيد واتحك كمان طب على فكرة عادل صدقني وخدي بالك من اللي جاي عشان أنت اللي لما تقاكي ما هتصعبش علي هو عادل في المكتب؟ أي عليا في المكتب طب بالإذن عبيضة بجد لساك مصدق ريم؟ المفروض أصدقك أنت مش كده؟ لا تصدقني ولا تصدقها سدق روحك تخايف منها عشان عاجز وجاعد على كرسي؟ شايفها رايحة جاية عاملة خطط وتدبر وانت لا حولة ولا جوة؟ ريم دي أصلها عجربة تلدع اللي شيرها في جراسه بعد ما تاخد اللي هي عايزاه اسألنا أنا طب سيبك من ريم دلوقتي وخلينا فلا أنا أسألها لك تتجوزتي مهدي ليه؟ استني هنا أنا دي أما تقوميش قاب تقومي وأنا بكلمك إيه؟ مش عايزة تتكلمي ولا خايفها؟ خلاص يبقى مش أنا اللي خايف من ريم انت اللي خايفها منها أصلاً عارف ريم شوكتها قوية قوية وما بتديش أي حد أي حاجة غير اللي هي عايزاه ولا حول الله يا رب انت حاسة أن انت متكتفة ومتأيدة هي متكتفاكي مش عارفة تفلفصي منها فأنت عايزة تخلاصي منها علشان تنفيذي كل أحلامك مش كده؟ أنا لما بنبهك مش بنبهك عشان أنا بكرة هريم ولا عشان خايفة منها أنا بنبهك عشان أنت صعبان علي وعشان أنت والد مهدي عشان عايزة أكفر عن اللي عملته أو استعرف أنا تجوزت مهدي ليه؟ عشان شاف نادية اللي محدش شافه خدني في حضنه في الوقت اللي كل الناس بعتني وغدرت بي جالي ما تخافيش لما الخوف كان مالي جلبي ما كنت شايفة جدامي غير حبل المشنجة وبس جالي هعايشك دنيا جديدة وأخليكي واحدة تانية حصل خدني من مكان دي كد خرم الإبرة لدنيا واسعة كلها براح عمري ما عشته ولا شفته كل اللي حوالينا بوك كانوا بيكرهوه عشان كان جوي كانوا عايزين يوجعوه عشان يركبوا مكانه بس هو مدلهمش فرصة وجف جدام ريم ومحرم وحطوهم في المكان المناسب كان مجننهم كان بيتحكم فيهم كيف اللعبة وحطني في جراسه حسيت معاه اني ست ليه بيت وليه كلمة حتى لما عزبني عزبني عشاني عجله شد لما افتكر اني شغل مع محرم عشان برضه كان بيحبني ماهدي حبني الحب اللي أنا مفهمتوش خد بالك لو عجلبك يتحكم فيك مع ناس ما تعرفش غير المصلحة والدم